عاد الهدوء إلى كاركوك بعد توجيه رئيس الوزراء محمد شاع السوداني بالتريث بتسليم مبنى قيادة عمليات المقر العسكري للحزب الديمقراطي الكردستاني رفع المعتصمون خيامهم وانسحبوا لفسح المجال أمام القوات الأمنية للبدء بعملية فرض الأمن في المحافظة عملية الاحتواء يجب أن يكون هو الهدف الأسمى للقوة السياسية في وقت ما زال الجميع يؤمن بفرضية الحل الداخلي من خلال اتصال الجميع بدولة رئيس الوزراء وحقيقة كان هناك جملة من الإجراءات وأنا أؤمن تماما أن مثل هكذا حوارات ستفضي وتؤسس لعملية سياسية مستقرة في قادم الأيام البيانات والمواقف التي عبرت عنها الأحزاب والكتل السياسية والفعاليات الاجتماعية البارزة وركزت على دعم الإجراءات الأمنية وتغليب لغة الحكمة والحوار كاركوكيا مدينة متعددة القوميات والطوائف فأي اختلال في هذا الجانب رح يفجر وضع غير طبيعي لا يحمد عقباء وإحنا في أوضاع تستحق من عندنا اليقظة والشعور المسؤولية وأنا أعتقد حتى هذه اللحظة الأمور تجري بالاتجاه الصحيح استجابة المعتصمين وانسحابهم هدا لفتح الطريق الرابط بين كاركوك وأربيل في مؤشر على توفر فرص حل الأزمات عبر تغليب لغة الحوار في كاركوك أفرازات مرحلة ما قبل الانتخابات بحسب مراقبين بدأت وهي بحاجة إلى خطوات فاعلة لاحتواء تداعياتها مستقبلا صلاح الخزاعي بغداد الميادين